علماء بريطانيون يحققون أكبر اختراق في علاج مرضى فيروس كورونا باستخدام دواء ديكسا ميتازون المرخص لأمراض أخرى حيث ساهم في إنقاذ أرواح ثلث الحالات الأكثر خطورة بكوفيد-19 هذه لحظة مهمة في مكافحة فيروس كورونا إنها المرة الأولى لأي جهة في العالم تثبت سريريا أن دواء يمكن أن يحسن فرص نجاة الحالات الحرجة من مرضى كورونا بيت هيرينغ من بين أكثر من ألفين مصاب بكوفيد-19 خضع للعلاج بديكسا ميتازون ويقول إنه محظوظ إذ لا يزال على قيد الحياة بعد خمسة أيام في العناية الفائقة أنا متأكد أنه لو لا هذا الدواء لما كنت هنا مع تدهور صحتي بشكل سريع وما يحتوي هذا العقار قضى على الفيروس هذا الدواء ليس جديداً فهو متوفر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ويستخدم في علاج عدة أمراض كالحساسية والالتهاب خمسة جنيهات هي تكلفة دورة علاج لكل مصاب ودواء ستيرويد هذا سيغير من قواعد اللعبة ويسلط الضوء على قيادة بريطاني للعالم في إيجاد لقاح ويجري اختبار لقاحين في جامعتين أوكسفورد وإمبيريال دخل مرحلة التجارب على البشر على أمل أن يتمكن الباحثون من دمج تجاربهم مع ديكسا ميثازون للمساعدة في إنقاذ المزيد من أرواح مرض كوفيد-19 مصطفى زارو العربية لندن